السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب عطارد اللي موجود في برج السرطان رح ينتقل لبرج الأسد يوم الثلاثاء الساعة 12 و 49 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينتش ورح يظل موجود في برج الأسد حتى مساء يوم الخميس 25 سبعة تمام الساعة 10 و 40 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش كوكب عطارد هو المسؤول طبعا عن القدرة على التفكير ونقل أفكارنا للغير وتقوية الذاكرة وبيتحكم بالاتصالات والمواصلات من صفاته طبعا الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير وأيضا تحليل الأمور وكثرة الحركة ولكن لما بيكون منتحس أو بشكل زوايا سلبية معطينا دائما التسرع والعصبية خلال الفترة المقبلة اللي هي ما بين يوم 2 تموز اللي هو يوم 2 سبعة لغاية 25 سبعة اللي هي الفترة اللي رح يكون موجود فيها في برج الأسد بيشعروا موليد برج الأسد بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور وبرضو بتزداد رغبتهم في الدراسة والمطالعة وإجراء الاتصالات والسفريات والتنقلات واهتماماتهم بالسيارات والإلكترونيات كمبيوتر أو أجهزة إلكترونية أو أشياء من هذا القبيل وبرضو بتصير من الصفات الواضحة تماما عندهم اللي هي قوة الإقناع قوة إقناع الغير بوجهة نظرهم وقدرتهم على الحوار والنقاش بيستفيد معهم طبعا موليد الأبراج النارية الأخرى اللي هم الحمل والقوس وأيضا عنا الأبراج الهوائية اللي هم الجوزاء والميزان والدلو وكل شخص لما انولد كان عطارد موجود عنده في برج الأسد إن كان برجه أو طالعه وعادة الأشخاص اللي بينولدوا وبكون عندهم عطارد موجود في برج الأسد هذول أشخاص ما بيتسرعوا باتخاذ القرارات دائما بكونوا متروين بيدرسوا بتنصب أفكارهم حول المواضيع ذات القيمة غالبا بيأخذوا وقت كافي حتى يقتنعوا بالقرار وبعد ما يتخذوا القرار طبعا مستحيل إنك أنت تخليه تراجع عن قراره عشان نحدد إنه هو رح يكون سعيد ولا منتحس أو الفترات اللي فيها السعادة أكثر فلازم نطلع على الزوايا نشوف إيش الزوايا اللي رح يشكلها بالفترة القادمة ومنحكم بعديها بإذن الله أول زاوية رح يشكلها وهي ثاني يوم الانتقال هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين عطارد وبين بلوتو إذن تأثير هاي الزاوية هي يوم ثلاثة سبعة تأثيرها بيبدأ من يوم ثلاثين ستة وبيستمر لغاية يوم ستة سبعة طبعا ذروة هاي الزاوية رح يكون الساعة سبعة وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش هاي الزاوية بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب بتزيد من عنادتنا وعصبيتنا وبتسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطنا وبعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب من بسبب العصبية والتسرع ممكن يصير عندهم مشاكل إلها علاقة بالقلب فبدهم ينتبهوا وأيضا إلها علاقة بالحوادث اللي بتيجي عن طريق النيران دوليا طبعا بالدل على انتقاد الصحافي للسلطات الدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة وازدياد حوادث العنف والعدوان وبرضو ممكن يتم الكشف وهذا إشي أنا متأكد منه تقريبا والله أعلم الكشف عن معلومات مخابرتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء وهناك أيضا احتمال وقوع زلازل أو حرائق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون طبعا ذروتها يوم ثمانية سبعة التأثيرها قبل بثلاث أيام وبعد بثلاث أيام من هذا التاريخ طبعا ذروت هذه الزاوية يوم ثمانية ساعة ثنتين وخمسة وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بسبب هذه الزاوية منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات لدى أغلب الأبراج وخصوصا برج الأسد بتزيد من ميلنا للعلوم الطبية أو الأستاذة أو الأمور الدينية وكما بتدفعنا لممارسة وظيفة حرة وهذا التحول تحديدا أو هذه الزاوية هي فترة مناسبة لاتخاذ قرارات على المستوى المالي أو المادي أو القيام بخطوات يعني ممكن تمنحنا ترقي في وظيفتنا أو حل خلافات ودعاوى قضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين عطارد وبين أورانوس هذه الزاوية طبعا راح تكون ذروتها يوم واحد وعشرين سبعة دائما عطارد معناته الزاوية بتكون قبل بثلاث أيام وبعد بثلاث أيام هي أكثر يومين ولكن احنا بنعطيها ثلاث أيام اللي هي ذروتها أو قوتها وبما أنه تربيع وعطارد وأورانوس معناته في مفاجآت هاي الزاوية راح تكون الساعة عشر وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما أنها بتصعب علينا إيجاد حل بعض المسائل كما أنه بتجعلنا عصبي المزاج بنرتكب أخطاء وتهور بشكل مفاجئ وهاي الزاوية وقت غير صالح للشراكات لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة بتخلق لدينا أفكار ثورية مخالفة للرأي العام تجعلنا عصبيين نرتكب الأخطاء ومتهورين وزي ما حكينا غير صالحة للشراكات دوليا بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين وممكن تشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع تفجيرات أو زلازل كما انها بتشهد الفترة هاي قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة والكتاب للمتابعات أو للاعتقالات القضائية طبعا هاي الزاوية برضو الها علاقة بالأمور المفاجئة اللي تتعلق بسقوط طائرات أو الها علاقة بحوادث السير بشكل مفاجئ زي ما شفنا انه الزوايا ممتزجة ما بين سعيدة ومنتحسة حسيق الى فترة مكوث عطارد في برج الاسد معناته بدنا نكون حذرين ونتابع التوقعات اليومية ونشوف السعادة والنحاسة لعطارد بالفترة القادمة اما بالنسبة لتأثيرها على جميع الابراج وايش رح يكون التأثير فبتسمع برجك تسمع طالعك عشان تتأكد يعني تأخذ انه دائما البرج يعني العالم الخارجي كيف بيتعامل معك اطالع انت كيف بتكون نفسيتك وكيف بتتعامل برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا بيمارسوا نشاطات أدبية بيحثوا أولادهم على الدراسة الفترة هاي فيها نوع من أنواع اللقاءات الممتعة لها أثر طيب على حياتك العاطفية ممكن تقضي وقت ممتع مع أحبائك فترة نشطة جدا على المستوى العاطفي على مستوى التقارب مع الأحبة على مستوى الأفراح والمناسبات وهاي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي مرج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنصب أفكاركم حول شؤون العقارية أو البيتية أو العائلية يا إما تغيير مكان السكن أو الإقامة أو حتى شراء بيت أو استئجار عقار أو بيع عقار مثلا أو تجديد عقار أو مناسبات عائلية ممكن تسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك وهي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع متعلقة بالمنزل برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هنا التركيز رح يكون على الدراسة رح يكون على النشاط الفكري على التجارة بيستفيد الطلاب الإبتداء والثانوي من الدراسة والمطالعة وممارسة هواية وبعد موليد هذا البرج ممكن أنهم يشتروا سيارة أو أجهزة إلكترونية أو دورات تعليمية أو تطوير ذات يعني بطوره من مستواه من كان الفكري أو العمل وهي فترة مهمة للقيام بأسفار أو دراسة أو عمل والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية وأيضا بتدل على تحاور وتواصل مع الإخوة والجيران برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا الأفكار بتنصب أغلبها على أفضل السبل لكسب المال يعني بتحاول تبحث عن أي مخرج عن أي مكسب عن أي فرصة لا تحقق مكاسب مالية ممكن تسمع خبر صار بخصوص عملك أو ممكن تحصل على أرباح سريعة ومفيدة وهي فترة مناسبة للمعاملات التجارية بعض موليد برج السرطان وممكن يحصلوا على أموال عن طريق هبات أو مكاسب مالية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بما أن الشمس ما زالت موجودة بالسرطان معناته بيت المتاعب بعطي عطارد شوية فرص لموليد برج الأسد بعزز من طاقتهم شوي لأنه يعني شيء أفضل من لا شيء الآن عطارد رح يدعمك رح تشعروا بقوة الفكر والإدراك والقدرة على إقناع الغير بأراكم وبتنشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات بتتمكنوا من إنجاز بعض أعمالكم المهمة وبتجدوا سهولة في متابعة دراستكم ومهامكم يعني بتعطي نشاط شوي أفضل من وجود الشمس ببيت المتاعب اللي بتخلي الطاقة تقريبا يعني بأقل مستوياتها برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا وجود عطارد في بيت المتاعب معناته موليد برج العذراء بتزيد اهتماماتهم في الأمور الغيبية أو بالغيبيات بيصيروا يآمنوا فيها أكثر أو يبحثوا فيها أكثر أو يتعمقوا فيها أكثر وبتجدوا حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوكم طبعا ملاحظة بما إنه الشمس بتقترب لبيت المتاعب فبدأ الضغط على موليد برج العذراء مع وجود عطارد في بيت المتاعب هنا ممكن أي شخص يقنعكم إنه معمول لكم سحر أو وقف حال أو تفريق أو مش عارف إيش من الأمور هاي اللي إلها علاقة بالغيبيات وإنت بما إنه عطارد عندك رح تقتنع بهذا الموضوع طبعا تحركات الكواكب هي اللي بتأثر عليك بشكل سلبي وإنسى الكلام الثاني برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء لأنه الفترة هاي نشطين جدا اجتماعيا ممكن يتعرفوا على أصدقاء جدد ممكن تتلقى أخبار سارة من أصدقاء بقيمه بعيد أو ممكن تقوم ببعض المشاريع أو لقاءات فكرية مع بعض الأصدقاء أيضا ممكن تعزز علاقاتك الاجتماعية ببعض المعارف اللي من خلالها ممكن تستفيد إنهم يدعموك أو يساعدوك بما بوظيفة أو حل بعض المسائل بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أفكارهم بتفيدهم في العلاقات مع المسؤولين في مجال العمل وممكن ينجزوا بعض الأعمال الصعبة اللي تكون لها علاقة بترقية أو ترفيع أو تثبيت الذات لدى المسؤولين ممكن تسمع خبر سار بخصوص وضعيتك المادية وهذه فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص ذوي نفوذ ولكن لا تنسى أنه في بعض الزوايا السلبية اللي بتخليك عصبي ومندفع ومتهور ومغامر أيضا فبدك تحذر من هاي النقطة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بينشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة والهجرة والأوراق والمعاملات وبيستفيدوا طلاب الجامعيين أو الأكاديميون اللي ما بعد الثانوية العامة في دراستهم أو دوراتهم التعليمية أو تعلم لغة جديدة أو التوصل لصداقات جديدة مع أجانب وهذه فترة مناسبة للسفر والدراسات العليا وربط العلاقات أو التعامل مع الغرباء وأيضا اللي بيشتغلوا في مجال الاستيراد والتصدير برضو بيستفيدوا بشكل جيد وممتاز جدا للحوار العاطفي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنصب أفكارهم حول ضبط أمورهم المالية المشتركة التركيز رح يكون على الوضع المالي اللي له علاقة بنك ضريبة تأمين مال الزوج الزوجة أي مال مشترك أي مال معك شريك فيه حتى لو كان ميراث هذا مال مشترك القروض البنكية مال مشترك أفكارك كلها رح تتركز على هاي الأمور إما بحل قضايا مالية أو بتحاول أنك تجلب بعض الدعم لمشروع أو لشراكة ورح تجد حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية وبرضو بتفتح مكاسب لاسترداد بعض الأمور المالية اللي بتخصك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بما أنه عطارد رح يكون بالأسد يعني في بيت الشراكة اللي هي الشراكة المالية والشراكة العاطفية والعلاقة ما بين الأزواج وهي وجود عطارد تحديدا بعطي قدرها لتبادل الآراء والأفكار مع الشركاء بتكون علاقاتكم مع زوجاتكم أو مع شركائكم مرضية بيطبعها العطف والمودة فهي فترة مناسبة لتسوية الخلافات والنزاعات لصالحك طبعا إذا كنت مرن بدون عصبية وفرض الرأي وبتعطيك دافع قوي جدا فعشان هيك هاي فترة ممتازة حاول أنك تستغلها بالأمور إذا عندك شراكة معينة أو حابب تعمل شركة جديدة فهي فترة ممتازة برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا هنا عطارد رح يدعمك بشكل قوي وأيضا موجود الشمس والزهرة في البيت الخامس بعطي حضوض إذن هاي فترة ممقول إنها على مستوى العمل ممتازة جدا ممكن تحصل على عمل جديد أو ترقية أو ترفيع أو إنجاز بعض الأعمال اللي كانت صعبة فبتفيدك أفكارك مع زملائك بالعمل بيصبح عملك ممتع جدا بتزيد حيويتك وصحتك وبرضو بتقلل من التوتر في علاقاتك مع رفاقك بالعمل هاي شغلي جيدي ولكن لا تنسى الزوايا اللي رح يصير بتجيب أشياء مفاجئة فضبط الأعصاب أو تأجيلها لثلاث أيام بعد ما يصير الحدث بتلاقي الموضوع انتهى أو صار عندك قدرة على حلها حاول تركز على عملك على صحتك بالفترة القادمة لأنها فترة دعملة إليك بقوة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لا انتقال عطارد والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة